الحمد لله شكر لله أن البارح يمكن سؤالون الشرطة والضباط والأطباء أنا ما يهمني الجرح هذا ما يهمني حياتنا حياتنا فداء هالأطفال أمانة يعني أنت منتطيني طفل عمر سبع سنوات والله متعلق بيه والله الطفل أطفال صار رمي ما يشردوا متحلقين بينا مجموعة خارجة على القانون قامت بهجوم مسلح على مدرسة انصاب واحد من المدرسين أربع رصاصات الكارثن وهذه المجموعة حتى دخلوا للصفوف يعني دخلوا للصفوف الأطفال وصار ترويع لهذول الأطفال اللي موجودين بالمدرسة الشخص المصاب يقول أنه ما لا أي عداء أو صراع عشائري مع أي جهة أو شخص آخر لكن يعني مو معقول أنه يتم الهجوم على مدرسة تكون ضمن هاي التفاصيل العشائرية والدقة العشائرية إذن خلونا نشوف من الناصرية اللي صار بهذه المدرسة فوجئنا يوم أبس 2011 بسماع أخبار عن قيام ثلة خارج عن القانون بالاعتداء على أحد مدارس قضاء الرفاعي بالهجوم المسلح بالإطلاقات النارية والأسلحة الخفيفة مما أدى إلى ترويع التلاميذ وصابت أحد الكادر التدريسي بإصابات بليغة تم على أثرها نقلة إلى مستشفى الرفاعي لغرض العلاج حقيقة هذه تأسس إلى حالة خطرة وحالة غير مسبوقة في التجاوز على موظفي الدولة وخصوصا باحتبار أن المدارس لها خصوصية خاصة لأنه أساس كل شيء فهي أساس التقدم تقدم البلدان لا يكون ولا يرتقي إلا بالتعليم هذه الحالة حقيقة حالة غير مقبولة وإن شاء الله سيكون للقضاء كلمته وللحق صولته وسينال المحتدون وسينال جنات الجزاء العادل ضمن الأطر القانونية بالنسبة للعملية اللي حدثت البارحة عملية أرهابية قد يكون يقول البعض بأن الشخص إلى خلاف والمعنيين أنا لا إلي خلاف ولا الكادر إليهم خلاف ولا أصلا نتعلق بيهم وبعدين عن المنطقة 22 كيلو ولا تقول خلاف عشائري إحنا ما عدنا خلاف عشائري وإذا يقول خلاف عشار أنا مستعد أصلا العملية يعني نقول هاي البارحة اللي سوها عملية أرهابية تستهدف العملية التربوية فقط تستهدف المعلم تستهدف الطالب تستهدف الكادر التربوي الكادر التعليمي الطالب يعني شنه ذنب الطلاب اللي عمره سبع سنوات بالأول ابتدائي بالثاني ابتدائي الخامس كلمتر أطفال والله بالمتوسط أطفال يعني بالأول ابتدائي شاردين بالزور يعني هاي هي المصيبة فنريد من كل المسؤولين حماية المعلم إقرار قانون يحمي المعلم يحمي المدرس يحمي الطالب نريد اهتمام بالعملية التربوية اهتمام بالمدرسة اهتمام بكل جوانب التدريس يا ساتذتنا التدريس الدولة تبنى من نقدر نقول العملية الأولى هي عملية التعليم الدولة ما تتطور إذا ماكوا التعليم والتعليم كون بالمستوى المطلوب هذا اللي أطلب أطلب حماية القانون أطلب من كل المسؤولين أن يساندون المعلم ساندون مو فقط المعلم الموظف في شكل عام أريد وقفه مع الموظف حمايته ما هي الإصابة اللي صارحة الدخوين؟ الإصابة طلقتين بالرقبطة طلقة هنا بالجو من الرقبطة وطلقة هنا براسي أين؟ الجواني تسعة ثلاثة نزلوا واحد على الشارع واثنين شسمة والبقية بالسيارة من فوق من عندي خاف يجيون مثلا حماية من الاهالي فذولة ثنيا يرمون رمي عشوائي طبعا الحمد لله الشكر لله أن البارح يمكن أن يسئلون الشرطة والضباط والأطباء أنا ما يهمني الجرح هذا ما يهمني حياتنا حياتنا فداء هالأطفال أمانة يعني أنت من تطيني طفل عمر سبع سنوات والله متعلق بي والله الطفل أطفال صار رمي ما أشردوا متحلقين بينا كادرهم يعني أكوا وأكوا بيهم لا والله أنا من قمت صحت أشردوا أشردوا أطلعوا برا فدولا أشردوا بعدين بقوا أكوا بعض الأطفال خفت عليهم منه صلقتهم ما تعالجون لما تتصون بين فراش والحارس يشوفونهم أكوا أصابة لو ما أكوا للعلم البارحاك واحد جابوه مصاب بس مو من مدرستنا أصابة يعني حادث فقلت له عوفني شوف هذا هذا خاف المدرسة لأنه هو وجه شوية مششوى من الضربة داخل الصفوف موجود آثاره والرجل من تدافعته ياهو أجاني مو قصده مثل القصده أنا شخصيا لا قصدنا أنا والعملية التربوية والإطلاق